اهلا وسهلا فيكم مكملين فقرتنا واللي هي قضية اليوم على عوامل تأخر الزواج مع ضيوفنا سيد الأستاذ حسين محدين أستاذ علم الاجتماع بجامعة مؤتة وسيدة هاني الشخشير رئيسة اتحاد لجان المرأة اتحاد المرأة الأردنية أول شي نحن بنسبة لموضوعنا سألنا مجموعة من الأشخاص شو برأيكم ليش شو حم بتأخر سن الزواج بالأردن حسب الأرقام اللي أشرناها ببداية فقرتنا خلينا نشوف شو كان أراءكم نرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا برأيك ليش ارتفع سن الزواج في الأردن؟ ها صار فيه أكثر من العامل بس هو العامل الرئيسي أنه صار إحنا هلأ بهاي الأيام أو هاي المجتمع عم بتوسع فكرنا والبنت صارت هدفها تحصل على شهادة مزايا أيام زمان وصار للشهادة قيمة أكبر من أيام زمان فإنه إشي طبيعي أنه يتأخر سن الزواج لأن الشهادة كمان بده وقت واللي بده يشتغل على حاله بده كمان وقت يعني أنت بترجح السبب أنه تسبب أكاديمي أو تعليمي؟ اه سبب أكاديمي أو تعليمي وممكن كمان نحكي أنه مصادر الدخل يعني مثلا الزوج هالأيام صعب صار إنه حاله ينفق على عائلة كاملة فإنه الدخل للمرأة ممكن يساعده أنت عمرك سيتو عشرين سنة وغاية الآن ما تزوجت ليش؟ بسبب ضفوة الاقتصادية طبعا عم بتكمل مصادر التعليم؟ حاليا أه بشتغل موضوع في الجامعة ولحد الآن يعني لسه بكمل دراستي طبعا أنت بتتخيل قديش بدك لسه كمان سنين حتى تقدر تحكيها أنا جايل؟ هذا الشهاد صعب أول شي وتاني إشي يعني ممكن إذا بدا أحكي لك يعني كمان أربع سنين ممكن أو ممكن خمسة بس طبعا أنا يعني لو بيدي من هسه بتزوج لأنه طبعا الزواج يعني إشي حلو هو وحياة تانية وحياة اجتماعية بغضا نضعه لنسمعه من المشاكل من إلى آخره بس بس هو أكيد يشحله طلبات زيادة كمان المهورة العالية الأوضاع الاقتصادية سائدة في الأردن يعني مش كتير يعني متحسنة وكمان هلأ حكتلي السوق فهم المجتمع نفسه أنا ما فهمت بصراحة فهم المجتمع هلأ يعني أنت تيجي على واحد بده واحدة يعني بدها تدرس ويجي بدها حدا يخطبها فمش روح يرضى إنها تدرس فعشان يعني هيك هل بتعتقد أنه بيكون هو المستوى التعليمي تابعه أقل من الصبية؟ آه ممكن يعني ممكن أنه يكون أقل ممكن أنه يكون أعلى وهو مش حابب يعني إنها تدرس أو تدخوط في مجتمعات زي هيك أو تروح على مجتمعات مختلطة في يعني من باب الخوف عليها أو بشياء زي هيك فيه إشي اسمه تأخر سن الزواج يعني هلأ صاروا شباب بعمر كبير ليتزوجوا سواء شباب وصبايا فكرك ليش؟ أول إشي لأنه هس إحنا وضعناه ما بسمه هو يتجوز بكير نهييا لأنه في عندك تقدر تفتح بيت أنت وهو صغير أكيد ما راح يقدر يفتح بيت يصرف عمره يعني شغلات كثيرة ما بقدر يعملها أكيد لأنه في عنده دراسة في عنده مستقبل يأمن حاله قبل ما يتجوز أكيد يعني ما راح يتجوز ما راح يقدر يصرف عبيته أكيد بس بحقولك أنت بس بلش وإنوي وألا بفرجها شو رأيك؟ أوكي ألا بفرجها بس أنه كمان بقول لك ربنا سعي عبدونا بسعى معك يعني عزو في الشباب عن هذا الاشي متطلبات البنت الكتيرة يعني المهور الغالية وصار عند البنت أنه فهم أكتر أنه يعني هلأ دراستها أهم بتستنى تخلص دراستها وكذا وبعدين ما يجي الشباب يتقدمينها إذا كان بمستواها التعليمي ممكن توافع عليه أما إذا كان أقل مستحيل يعني أنه هاد والله التأخر ممكن في له عوامل كثيرة بس أهم العامل البطالي ممكن قلتي الشغل يعني بتخرج الطالب بدوره على وظيفة بقعد فترة لما يحصل لما يحصل راتب كويس فهذه يعني أهم عامل لنا بتساعد على تأخير لسن الزواج يعني الدكتور شوفنا معظم الأشخاص اللي جاوبوا معنا وكمان عبروا عن رأيهم ذكروا أو كان في ذكر على الأقل للعامل الاقتصادي عامل كثير مهم وطلبات الزواج من مهر وبيت وطلبات الأسرة وعفش البيت وكل هاي الأشياء عم بتكون صعبة على مجموعة كثير كبيرة من الشباب وخصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وطبخهم الاقتصادي موضوع صار يعني مش سهل نهائيا مش كل الأشخاص عندهم قدرة ياخد قرد واللي بده ياخد قرد ممكن يلزم حاله اقتصاديا مسؤولية زيادة لسنوات كثير عدة هل هو عامل رئيسي وكيف ممكن نتغلب عليه إذا كان هو عامل سلبي يعني إذا بناء علي حكوا المصدفين العامل الاقتصادي بالتأكيد أساس لكن ليس الوحيد بدليل أن كثير من الأسر تتعاون على تقليل كلها في الزواج في سبيل تزويج أبنائهم وبناتهم إذن العامل الاقتصادي يمكن بتعاوننا جميعا أن نحد من متطلباته وحيلولة أن يتزوج الشاب أو الفتاة لكن أيضا إيقاع الحياة القيم الفردية حرية الفرد التي أصبح يتمتع فيها ومنحته فرص المفاضلات بين هذه الزوجة أو العكس بين رجل وآخر القضية ليست تعليمية مخضى رغم أهمية التعليم قضية التوافق بين مشروع الزوجين شيء أساسي بدليل أن مقدمات الزواج الناجحة يمكن أن توحي لنا على الأقل نظريا باستمرارية الحالة لكن عندما يبنى حالات زواج على لا تكافؤ على ضعف اقتصادي أو وهن اقتصادي كبير عدم موجود رؤية مشتركة بين الزوجين خصوصا كما أسلفنا أن كل منهما لم يتلقى تدريبا كافيا لفكرة الزواج والأدوار المستقبلية وأنه نلاحظ الآن أن هناك توجه في وزارة الأوقاف لإعطاء دورات للمقبلين على الزواج كما هو الحال في التجربة الماليزية وبعض الدول وكلها عوامل بهذا الشكل لكن علي أن أقول أيضا وأتساءل بصوت أعلى الرغبة في الزواج نفسه هل هي مستمرة كما كانت من حيث المنسوب بالسابق كانت أولوية قصوى وكان بجزء قمة الأولويات عند الشباب أنه يتزوج الآن لماذا أتزوج وما الذي أنتظره من الزواج والزواج هل هو وعد منتظر بمعنى أن هناك عائد ما يمكن أن يرتقي بسايكولوجيتي ونفسيتي ووقعي ومكانتي الاجتماعية أم أن هذا الزواج يمكن أن يعزلني ويجعلني أكثر اغترابا كما هو الحال في المجتمع المجتمع يصمت عن طبيعة التغيرات التي تجري فيه التي تقول لكل شيء عمر هل الزواج في المدى المنظور في مجتمعاتنا سيضعف كثيرا أضعاف موالي حالات الزواج اللي عم بتتم ما زالت أقل من المعدل اللي كان بالسنوات السابقة يقابلها ارتفاع طلاق علينا أن نتساءل لماذا هل نحن بحاجة مثلا إلى بناء أو إلى إنشاء وزارة تعنى بالأسرة وهذا قضية في ظل مجتمع القاعدة السكانية في شباب مقبلين ونحن مقبلون على هبة أو على فرصة سكانية مقبلة إلى أي حد يمكن أن نربط بين مفهوم الشباب كطاقة وكتنمية وكاستقرار نفسي مع فرص التنمية المتاحة هل عندما نتحدث عن الزواج هل هو الزواج بقي نوعا واحدا بالمعنى الزواج الشرعي أم أصبح لدينا عنوين أخرى ومسميات أخرى يجب أن ندرسها علميا ونعالجها زواج المتعة زواج العرفي زواج نحن لا نؤيد ذلك لكن علينا أن نقف كمتخصصين في الحقل أن نناقش الأشياء بتجرد وبعلمية لأن من يخطئ التشخيص يخطئ في وضع العلاج كما أعتقد ستة هاني شو رأيك باللي اسمتي للناس شو كانت إجاباتهم وحضرتك يعني وجهة نظرك بالموضوع حكينا أنه فيه إيجابيات ولكن حضرتك عم تقولي هناك أيضا سلبيات في هناك بعض الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة أو العوامل التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة لدى الجنسين ليس فقط للنساء أنا بأيد أنه الظروف الاقتصادية جزء أساسي ومهم في مسألة العزوف أو تأخر سن الزواج أكثر الوضع الاقتصادي ليس المسألة في توفير مستلزمات الزواج كعروس وبيت وحفلة يعني صحيح يعني كمان هاي بتأثر وبتأخر من موضوع الزواج غلاء المهور تكاليف الزواج نفسه تأثيث البيت أحيانا البهرجة الزائدة في هذا الجانب لكن أيضا الزواج مسؤولية الزواج ما بعد ذلك أيضا يحتاج إلى مصاريف عالية ومسؤوليات كبيرة يحتاج إلى أطفال تربيتهم إلى التعليم أحسن أحسن شكل يعني الكل بس يصير عند أولاد أول إشي بفكر فيه المكان الأفضل لتعليمهم لتربيتهم للصحة يعني توفير هاي الجوانب للحياة المستقبلية هذا ليس بالشيء البسيط فالمصروف أو التكاليف ليست فقط تكاليف عرص فالظروف الاقتصادية هي الأساس يعني بتأخر سن الزواج انتشار البطالة أيضا يعني شاب ما بيشتغل بدي يروح يتزوج كيف يعني وهذا يعني أكيد سبب أساسي إضافة لأنه الشباب نفسهم صاروا بيحبوا أو بيقبلوا على الصبية اللي متعلمة وموظفة حتى إنها تكون مشاركة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة حتى إنها تكون مشاركة في مصاريف البيت والأسرة وتساهم يعني مع الشاب في الحياة الزوجية يعني إذا نحن الفروق بين الرجل والمرأة والذكر والأنثى في هذا الموضوع هل بتأثر على الموضوع يعني نحن حضرتك ذكرتي إنه باستغراب ممكن إنه شاب ما بيشتغل كيف في الدول يتزوج كيف طب ليش ما بنحكي صبيا ما بتشتغل كيف ده تتزوج يعني ما بنحكي عن الظروف الاقتصادية هي العبئ الأكبر على الشاب فبصف القرار عند الرجل إنه هو بيأخر سن زواجه شخصيا ولما يكون هو جاهز بلا العمر والأنثى المناسب لأله ولا ظروفه بس لو نعكسها كيف بصير الموضوع أكيد مجتمعاتنا مش المرأة اللي يعني هي معنية في يعني لسه لا تزال مجتمعاتنا مجتمعات ذكورية وبالتالي يعني الرجل هو المسؤول عن الأسرة بالدرجة الأولى وبالتالي يعني لما يتقدم لخطبة أي صبية بده يكون يعني بيعمل على الأقل فيه عمل يعني قليني أقول حتى يستطيع إنه يعيش على هذا بالحد الأدنى يعني لكن لو الست يعني فرضا ما بتشتغل يعني مش هي بمجتمعاتنا مش معناته هذا رأيي يعني إنها هي مش إلها دور أساسي في التنمية لا أكيد إلها دور وأساسي جدا لكن مجتمعاتنا لا تزال ذكورية ولا يزال يعني الرجل هو الممول نحن في اتحاد المرأة نرى بضرورة تمكين النساء وضرورة أن نحن مع ارتفاع سن الزواج لأنه المرأة بتبقى تعلمت وبتبقى تمكنت اقتصاديا وبتبقى عندها جزء من الاستقلالية الاقتصادية اللي فيها نوعا ما قرارها ليس مرهون لأحد أنا بحب أحكي كمان مسألة طرقتولها اللي هي فكرة الزواج نفسها الأنثى بالسابق وهي كانت يعني حسب المجتمع كيف كان كان الزواج بالنسبة لها فسطان أبيض وحلام وفرس وفارس بيجي علىها الحصان يعني كان شيء رومانسي وحالم بفترة ما الآن يعني أكيد النظرة كلما كبرت استد وكلما وعيت أكيد نظرتها بدأت اختلف وأكيد أنه مجتمعنا يعني باختلافه وبتطوره اختلفت نظرة أيضا المرأة للزواج وهذا الشيء أنا بح تقدق إيجابي وليس سلبي لأنه الزواج ليس يعني فسطان أو هروب من ظروف اقتصادية صعبة في البيت وبالتالي إنها تقبل بزوج أكبر منها سنا بكثير أو إلى آخره من العدم التوافق اللي ممكن يؤدي للطلاق زي ما حكى الدكتور يعني الأسباب الأساسية أنا برأيي للطلاق هو أحيانا أحيانا ممكن يكون ظاهرة يعني صحية للأولاد إذا يعني الولد أنه يتربى في أسرة كلها مشاحنات أو ضرب أو انفعال أو إصراخ أو يعني عدم تفاهم كتير بتأثر أكتر من ما يكون متربي في جو مريح وصحي وطبيعي يعني أكيد أنه حتى الأفكار اللي طرحها الدكتور بأنه استقاء المعلومات من الإنترنت أو من أي أماكن أخرى لما يكون في بيئة في البيت صحيحة وفي تربية سليمة وفي تنشئة اجتماعية مختلفة في نوع من التفاهم في الأسرة في وضوحه صراحة وتبادل في الآراء بكل حرية وديمقراطية أكيد أنه بدي يطلع هذا الطفل يعني شاب مختلف عن الشاب اللي ممكن يستقي معلوماته من الشارع بس بدي أحكي كلمة واحدة بالنسبة لمسألة فكرة العنوسة أنا أرفض يعني تماماً الكلمة بين قوسين يعني العنوسة دائماً هي وصمة للمرأة يعني ما منقول فلان عانس منقول فلانة عانس فإذا بدنا نستخدم المصطلح أنا بقول إذن لازم نستخدمه على الجهتين منقول فلان عازب فبالتالي منقول فتاة عازباء يعني أنا ضد فكرة هذه الصفة وفكرة العنوسة بحد ذاتها يعني المرأة ممكن لأي ظرف إنها ما تتزوج ممكن لأي سبب من الأسباب إنه ما تلاقي الشخص المناسب أو تتوافق مع شخص مش معناته نهاية الحياة يعني هذا ضروري كمان إنه نثقف النساء بإنه فيما لو يعني لم تتزوج هي تستطيع أن تكون مواطنة كاملة ممكن تكون إنسانة سعيدة ومرتاحة وحرة وقادرة على أن تقدم وتعطي وتبني في هذا المجتمع وتغير في هذا المجتمع وتحترم ذاتها وتحترم المجتمع من حولها وتساهم في بنائه وليس فقط عندما تكون بالسابق كانت نظرة الأهل إنه الزوج هو الحامي أو الحماية نتيجة إنه الذكر هو السند وهو الذي يحمي صحيح إحنا ما منستغني يعني إن كان المرأة بالذات ما بتستغني عن فكرة الزواج لأنها كمان فكرة الأمومة يعني هي متأصلة في المرأة يعني ترغب في أن تكون أم وبالتالي مؤسسة الزواج هي المؤسسة التي تعضيها هذه الفرصة وبالتالي المرأة يعني لا أعتقد إنها لا ترغب في الزواج بقدر ما هو أحيانا يعني لا يتجد الشخص المناسب هو بغض النظر بزبط هي بس لأنها كمان بتنحكى بطريقة من شماته بيكون بالموضوع ولكن ممكن إمرأة عزبة ما إجاها مثلا النصيب اللي هو بيكون مناسب لإلها وتكون منتجة وتكون سعيدة بحياتها ومستقرة بعدين يعني لم تعد هي زي ما تفضلتي فكرة إنه الرجل هو بس دائما رب الأسرة يا ما عم نشوف بيوت اللي أيمين فيهم ستات فمش يعني مظبوط هو إنه إحنا غلط اسم العنوسة شكرا للمتابعتكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شي جديد موسيقى